موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والباحث الأردني مهند أبو فلاح تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد أسائل والسؤال بلا إعادة وقد يأتي الجواب بلا إيجادة وإني رغم أني لست أني أساوم بالسياسة والسيادة سأسأل كل من عاش نزوحا ترى هل أدرك الباغي مرادة سأسأل والسؤال اليوم مر وأنكأ جرحنا أبغي الإفادة وأسأل موطني ما بال قومي تشرذم جمعهم فقدوا الإرادة وأسأل نخلنا يا نخل ماذا وقوفك شامخاً وبلا قيادة رسمت بدفتري وطناً غريقاً بوسط البحر قد فقد النجادة رسمت بدفتري وجهاً بريئاً تبدت من ملامحه العبادة كتبت بدفتري رأياً سديداً فضاع الرأي في لجج البلادة حرقت قصائدي حذرت قومي وراهنت الجميع على السعادة تنفس بعضهم للغرب فكراً وفكر الغرب أنساه اجتهاده وصار لرأيهم عبداً ذليلاً يدافع عن هواه بلا هوادة وخير أن نموت بحد سيف وعز الشعب أن ينسى حداده أتذكر يوم ساد العدل فينا نخاطب غيمة سيري وفادة وصرنا الآن يحكمنا رعاع دعاة العهر صار الآن قادة شعوب الأرض هبت من سبات وبعض القوم مأسور الوسادة تجمعت الوحوش على بلادي كصيد كلهم ينوي اصطياده تسيدت العبيد على عراقي وضاع المجد مذعقر جياده وصرنا مثل من يبغي دفاعاً كمندحر الوغا طعنوا جواده وصرنا مثل من يبغي دفاعاً فينهزم الدفاع بمن أراده أشاع في الوراء بغداد حبلة سيعرف خيرها عند الولادة تمخض شهرها من بعد طلق وراح الغر يرتقب الزيادة فلا بغداد داهمها مخاض وللدينار قد نال استزاده وللد دولار أغنانا بشيء كشار بملحه أضمى فؤاده دماء الشعب للتاريخ حبر وثار الشعب مذ سرقوا مداده وطوبى للشعوب إذا استفاقت سترجع عزها تحمي عماده وشعبي لن ينام على هوان يقيم الحق يعطيه امتداده عراقيون نحن أبات ضيم بمعترك الصراع لنا الإشادة وتعرفنا الشدائد أهل صدق لنا النصر المبين أو الشهادة وإن نساءنا نالت شموخا لها الإقدام في نيل الريادة تجمع شعبنا أطياف نور وقد شدوا على جرح ضماده وقد صرنا لهذا الكون درسا يدرس كل ما طلبوا الإعادة بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني هذا كتابي تحت عنوان القباب من ريحة البلاد يتحدث عن قرية كانت حال موادعة في فلسطين قبل أن تجم علي قطعان الصهيونية قمت في هذا الكتاب بإجراء مقابلات مع رجال من أهل القرية والذي تجاوزت عمرهم فوق الثمانين حدثوني فيها أو حدثون فيها عن الحنين وعن الشوق لهذه القرية كلنا بمرارة وبألم كانوا يتحدثون بعضهم كان يبكي عندما كان يتحدث عن الإقباب التي هجر منها فحملها إلى المنافي والمخيمات وبالتالي ورثناها نحن عنهم وورثنا عنهم أيضا الوجع والألم في هذا الكتاب طبعا بدعم من رابطة القباب في الهاشمي الشمالي مشكورين لهذا الاتباع تحدثنا كما قلنا فيه عن الطقوس الدينية عن النباتات البرية عن الزواج عن الملابس كل شيء كان في القرية حدثوني عنه الشيوخ والجدات أيضا تحدثنا في هذا الكتاب عن عين يردا وقبلها كنا تحدثنا عن تاريخ النضال للقرية عن الألعاب الشعبية للقرية عن التعليم فيها عن الزواج لم نترك صغيرة ولا كبيرة إلا ضمها هذا الكتاب بين دفتيه في النهاية أشكر كل المتابعين وأتمنى لكم قراءة ممتعة في هذا الكتاب شكرا لكم الخط العربي هذا الفن الجميل أبدأ فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقتي هذا اليوم هذا تطبيق آخر للحرف العربي الحرف العربي أنا أحس هو أسير الورق لفترة طويلة من نشأته كان أداة رئيسية لتدوين النص القرآني والنص العلمي بس أقول الآن الأوانا واحد إذا يتحرر الحرف من الورق راح يطلعنا بأشكال جديدة هذه المحاولات اللي دا حاولها قدر الإمكان هذا عمل نحتي من الحديد جزء من معرض دبي دا يشتغل به النص عبارة عن جزئين متقابلين حوار داخل النفس هو المقول اللي جبران يقول ليتني طفلا لا يكبر أبدا فلا أكره ولا أنافق فسويت اللون الأسد والأبيض اللي هو ما بيلاكره والنفق الألوان واضحة ما فيه لون وسط خليت اللون الرصاصي هنا في بعض المواقع هذا هنا راح نشوف اللون الرصاصي موجود حتى يصير مزج بين العملين طبعا هذا يكون عمل مقابل إلى كامبس كبير محاكاة نفس النص بس بطريقة أخرى هنا أنا دا أقاطع حروف مع بعضها وبدأ أشوف الفضاءات اللي تطلع من خلال تقاطع الحروف مع بعضها عندي بعض التصليحات هنا دا أصلحها تقاطع الحروف مع بعضها ينطيني فضاءات وفراغات جميلة جدا أنا مرات أشوف الفراغ أجمل حتى من الحرف طبعا مع كل هذا التجديد أنا أشوف أنه أنا محافظة على الأصول الأصلية للحرف ومقاسات الحرف هذا خط الثلث بس بطريقة حديثة لم أغير بقواعد الخط بس غيرت بطريقة استخدامها غيرت بطريقة تنفيذها غيرت الخامات فإن نوصل إلى تجارب أنا أشوف الناس حبوها كثير يعني كل من يزورني أي شخص حتى غير مقتلدي يحبون هذه التجارب كثير إن شاء الله الناس يتمتع بي أنا يهمني الناس يتمتع بي وأتصور هذا هو مستقبل الخطة العربية راح مش بهذا الاتجاه أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والباحث الأردني مهند أبو فلاح فاسمعوا لي أن أرحب بي ضيفي أهلا وسهلا بك سيد مهند حياك الله ضيفا على الفضاءات وعلى رافدين أهلا وسهلا بك دفترنا الفاضل وتحية إلى جمهور هذه القناة الرزينة الموقرة والمحترمة حياك الله سيد مهند أهلا وسهلا بداية أنت حصل على بك ريوس في الفقه والتشريع الإسلامي نعم من الجامعة الأردنية نعم ثم بعد ذلك اتجهت لدراسة التاريخ وحصلت على ماجستير في الدراسات المعاصر نعم تاريخ المعاصر نعم نعم ما الذي دعاك إلى التحول إلى دراسة التاريخ؟ يعني باعتداء أود أن أقول أنه لا يوجد تناقض أو تعارض ما بين دراسة الفقه والتشريع الإسلامي من جهة والعلوم الدينية والشرعية وبين دراسة التاريخ بدليل أن كثير من علماء الأم الأجلاء وعلى رأس الإمام محمد بن اسماعيل البخاري كبير الأم المحدثين أمير مؤمنين في الحديث النبو الشريف والإمام الطبري والإمام ابن كثير الحافظة بالفداء ابن كثير دمشقي هؤلاء كلهم كانوا علماء متخصصين في علوم شرعية في علوم دينية في الفقه في الحديث في التفسير وأيضا كانوا مؤرخين إلى جانب هذا الأمر وهذه مسألة في غاية الأهمية أضف إلى ذلك أنه بحكم انتسابي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي والبعث كما تعلم هو حركة علمية تاريخية هذا كان دافع وبعث من أجل دراسة التاريخ بحاجة إلى دراسة منهجية علمية منضبطة بمادة التاريخ حتى يستطيع الإنسان أن يتناسب مع الفكر الذي هو ينتسب إليه يعني هم البعثيون فقط يدرسون التاريخ؟ لا مو البعثيون فقط ليس حكرا عليهم ولكن يعني هو بالتأكيد طالما أنه حركة علمية تاريخية وطالما كان مؤسس الحزب رحمه الله تعالى السادة أحمد ميشيل عفلق باحث مختص في تاريخ الأديان المقارن فهذا كان دافع وبعث لدراسة التاريخ وهواية طبعا هي هواية مفضلة بالنسبة إليه جميل حضرتك أصدرتك كتابا بعنوان كتابات فكرية وسياسية تضمن مقالات تناولت شؤونا عربية وإسلامية وعالمية وأولى هذه المقالات كانت بعنوان حاحة من الحبر حيي بن أخطب إلى ابن الحاخام حايم هرتزوب ما الرابط بين حيي بن أخطب وحيي يقال في علم الاجتماع بأن الإنسان هو ابن بيئته كلاهما نشأ في بيئة دينية يهودية محافظة متزمتة متشددة ومعادية لمحيطها سواء كان هذا المحيط عربي إسلامي كما هو الحال عليه في يثرب في المدينة المنورة بالنسبة لحيي بن أخطب أو كما هو الحال بالنسبة لآل هيرزوب حديدا حايم هيرزوب الذي ولد في بيلفست في أيرلندا الشمالية مقاطعة إليستر التي كانت تشهد صراعا ما بين الكاثوليك وبين البروتستانت كما هو الحال بالنسبة لي يثرب التي كانت تشهد صراعا بين أبناء العمومة من العرب اللي هم كل من الأوس والخزرج على حد سواء هذا قاسم مشترك أيضا هناك قاسم مشتركة كثيرة أخرى حيي بن أخطب هو العقل المدبر لغزوة الخندق الأحزاب هو الذي ذهب إلى غطفان يعدهم بنصف تمور ومحصول المدينة من التمور في حال تحقيق الانتصار على المسلمين وأيضا كذلك هو الذي ذهب إلى مكة المكرمة محرضا لقريش على غزو يثرب والمدينة المنورة والقضاء على الإسلام والمسلمين قائلا وزاعما ومدعيا بأن دينهم أي الوثنية هو أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي الإسلام والذي نزل فيه قول الحق سبحانه وتعالى الذين يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلة في سورة النساء على ما أظن فيعني الحقيقة أنه كان له دور بارز مؤثر في صناعة الأحداث السياسية في زمن السيرة النبوية الشريفة العطرة وكذلك الحال بالنسبة لحيم هيرزوب الذي عامل مع الاستخبارات البريطانية خلال فترة الحرب العالمية الثانية وأسهم في إنشاء جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيوني أمان وتولى رئاسة لفترتين وهي مسألة ليست بالهينة أنه يتم شخص واحد معين يتم إعادته من التقاعد لشغل هذا المنصب الحساس في فترة زمنية حساسة وكان له الفضل في الإعداد للخطة العسكرية التي تم من خلال اختراق أسلحة الجو العربية وتحقيق الضربة الأولى في بداية أو مطلع حرب حزيران يونيو من العام 1967 فأعتقد أن هذه قواسم مشتركة كافية أضف إلى ذلك أنه آل هيرزوغ ما زال لهم دور سياسي مؤثر في الكيان الصهيوني الآن من خلال رئيس الدولة رئيس الكيان وهو منصب فخري شرفي لا يعطى إلا لمن يقدم خدمات جلية لهذا الكيان وهو ابن حيم هيرزوغ وأيضا كذلك شقيقه هو ابن حيم هيرزوغ الآخر موجود أيضا في واشنطن في العاصمة الأمريكية هو سفير الكيان الصهيوني في واشنطن وهذه أهم سفارة بالنسبة للكيان الصهيوني أضف ذلك أنه أيضا شقيقه أيضا كذلك كان دبلوماسي رفيع المستوى في لندن ولعب دور كبير في إجراء اتصالات مع العديد من الزعامات العربية إذن هو الربط يعني الدور الخبيث نعم والتخطيط والتدبير لمواجهة الإسلام والعرب بالتأكيد وتدمير هذا الوطن نعم جميل هناك يعني مقال آخر حمال عنوان مصلحة مشتركة نعم هذا المقال تكشف فيه حالة تخادم بين الكيان الصهيوني والنظام الإيراني نعم عندما تفتح ملف الغارة الصهيونية على مفاعل تموز نعم في السادس من حزيران من عام 81-89-2002 عدوان الإيراني على العراق الغريب بالأمر أن بعد كشف الكيان الصهيوني عن العملية وتدمير مفاعل تموز الذي فشل الطيران الإيراني في أن يوجه ضربة إلى هذا المفاعل قام الكيان الصهيوني بتوجيه ضربة مدمرة للمفاعل في ذلك اليوم أن الطيران الصهيوني بقي يتدرب على العملية ستة أشهر نعم هنا السؤال كيف علم الكيان الصهيوني بأن الحرب ستطول أكثر من ستة أشهر أو ستبقى إلى هذا الوقت سؤال وجيه جدا وسؤال ذكي ويلفت الانتباه إلى مسألة في غاية الخطورة والأهمية وهي العلاقة بين الكيان الصهيوني وبين حكام طهران نظام الملالي في طهران هذه العلاقة ترجع إلى مرحلة ما قبل وصول الخميني إلى سدة الحكم في إيران محمد حسنين هيكل في كتابه مدافع آيات الله ذكر أنه سفارة الكيان في طهران كانت هي أول من يقوم بالترويج للإشعاعات المتعلقة باحتمال أو بقرب سقوط نظام الشاه ودنو أجلها واضح جدا وهذا يؤدي إلى زعزعة الروح المعنوية لأنصار الشاه في الشارع الإيراني وفي أركان الدولة العليا ما حدث بعد التسعة وسبعين في الثمانين أيضا كذلك أن هناك اتصالات مبكرة أجريت من قبل الإدارة الأمريكية مع النظام الإيراني من أجل القيام بعمل عدائي ضد العراق تيم واينر في كتابه إرث من الرماد كشف النقاب عنه الرئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية أظن ما هذه بازرقان أظن ما أذكره أو الذي أخته في باريس شهبور بختيار بالأحرام كان قد أجريت اتصالات معه من قبل الإدارة الأمريكية وتحريض له لأنه يشن عدوان أو حرب عدائية تجاه العراق ويبدو أيضا أن نجل القميني الذي ذهب إلى قمة عدم الانحياز في الجزائر في 1979 أحمد القميني هو أيضا كذلك من من يعني التقوا بزبغينيو برجينسكي يقال في إدارة جيمي كارتر المستشار أمن القومي في إدارة جيمي كارتر وحرضه أيضا كذلك على شن عدوان على العراق والأسلحة الإسرائيلية كانت تدفق إلى إيران منذ بداية الحرب مع العراق يعني لهم مصلحة في سنزاف العراق لأن الكيان الصهيوني تدرك أنت بعد اتفاقية الجزائر معروف عملية إيران جيت إيران جيت طبعا بالخمسة وثمانين إيران جيت لكن هناك أسلحة وردت من قبل الكيان الصهيوني إلى إيران في العامين 1881 فعلا نعم هذه العملية كشفت هذا لكن إيران جيت يعني الوثائق التي متعلقة بفضيحة إيران جيت والكتب التي كتبت في هذا المجال أكدت أن الخميني كان يبارك الاتصالات مع الكيان الصهيوني تم بعلمه لقاءات بين علي أكبر هاشمي رفزنجاني نعم ومير حسين موسوي وأيضا كذلك على ما أذكر شخصية ثالثة من النظام الإيراني أحاول أن أستذكر اسمها الآن هؤلاء كانوا ومهدي كالروبي كانوا كلهم على اتصالات مع الكيان الصهيوني بعلم ومباركة الخميني شخصية فلذلك مسألة التنسيق والتعاون الإيراني الصهيوني تعاون استخباراتي على أعلى المستوى والاختراقات الاستخباراتية الصهيونية في وقتنا الحاضر لأركان النظام العليا في إيران نعم تؤكد أن هناك من يتعاون مع الكيان الصهيوني في أعلى المستويات طيب هذه الأحداث كلها تشير أن هناك تعاون ولو أنه ظاهر الشيء هناك خلاف لكن النتائج على الأرض توحي بأن هناك تعاون مبطن هناك هذا الخلاف مفتعل لخداع العرب وخداع المسلمين بعض من المثقفين العرام للأسف يدافعون عن النظام الإيراني وأتباعه وميليشياته في لبنان وفي العراق وسوريا ولبنان من دعينا أنها مقاومة ضد الصهيوني فكيف لهؤلاء لا يرون الحقيقة الصارخة للسلوخ المخادع الذي يتبعه نظام طهران هناك ازدواجية معايير للأسف الشديد وهناك نوع من الأنانية المفرطة أنا طالما أتلقى تمويل من النظام المنالي في طهران حتى لو كان هذا تمويل قادما من أموال أو أتى من أموال عراقية و أموال سورية منهوبة و أموال لبنانية و أموال يمنية و على حساب دماء أبناء الشعب العربي الواحد هؤلاء لا يعنيهم هذا الأمر نهائيا ما يعنيهم هو أن يسجلوا نقاط و مواقف ضمن عملية استعراضية دعائية طيب المثقف الأديب الشاعر الفنان التشكيلي هناك طبعا أنت موجود في المشهد الثقافي و ترى أحيانا ندخل في نقاشات مع بعض المثقفين شاعر وأديب و يعني فنان تشكيلي يرون نظام بشار الأسد حسن نصر الله ميليشيات الحجد في العراق الميليشيات الحوثي على أنها مقاومة هذه الوقاعة التي حضرتك تذكرها و أنا أذكرها و كل العرب الذين عاشوا تلك الأحداث يعني واضح أمامهم حقيقة هذا التخادم أنا سؤالي للمثقف هذا الذي يفترض أن يكون هو صمام الأمان للأمة كيف يرى أو لا يرى هذه الحقيقة هناك من أعمى الله بصيرتهم وأعمى قلوبهم و ضمائرهم نعم و تم شراء ذمامهم و ضمائرهم للأسف الشديد بعضهم لمصالح مادية نفعية آنية و البعض الآخر يعني أنا أحاول أن أجد كلمة مناسبة للتعبير عن مدى قدارة هذا المشهد نعم للأسف الشديد هؤلاء لا يعنيهم دماء إخوتهم لا في العراق و لا في سوريا و لا في لبنان و لا في اليمن ما يعنيهم هو فقط تسجيل النقاط و المواقف ضمن عملية غسيل عقول و أدمغة تقوم بها هذه الجهات المعادية للأمة العربية هم يحطمون مفهوم وحدة النضال نعم نحن نستذكر أنه في الفتحات الأولى لأسلافنا الصالحين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و في عهد سيدنا أبو بكر الصديق تلقى سيدنا خالد موليد رضي الله عنه تعليمات و أوامر نعم بالانتقال من قتال الفرس في العراق إلى قتال الروم في بلاد الشام لم يعترض سيدنا خالد و لم يقل من هو أخطر الروم أم الفرس كان الهاجس هو كيف يصل عن طريق صحراء السماوة و عن طريق الأنبار و الرطبة إلى بلاد الشام إذن كنا نواجه الخطر بقلب واحد قلب مؤمن قلب صادق مخلص نعلم أن عداءنا مهما تنوعت وتشكلت صورهم فهم عدو لنا في جميع الأحوال و في جميع الجبهات نعم هم الآن يمزقون مفهوم وحدة النضال العربية طيب ما يثير الاستغراب ساد مهند أن بعضا من هؤلاء يدعون أنهم ماركسيون هو معروف نظرة الماركسيين إلى الأديان على أنها أفيون الشعوب أنه تعطل الثورات الشعبية تخدر الشعوب هكذا كان ينظرون للأديان صحيح يعني كيف يلتقي الماركسيين مع نظام ديني مثل نظام خامنئي أو مع نظام قمئي مثل نظام بشار الأسد أو مع نظام فاسد نصبته أمريكا ويدعي الماركسيين أن أمريكا تمتصد مع الشعوب هذا النظام الرئيسمالي يعني يعتبرون أنفسهم بالضد هم أنصار الطبقة الكادحة العامل والفلاح والفقير وأمريكا والنظام الرئيسمالي الغريبي أنه نظام يمتصد مع هذه الطبقات الكادحة كيف نفهم موجود هؤلاء الماركسيين مع نظام رجعي كما يصفونه نظام ديني معمم ونظام قمئي مثل نظام بشار ونظام فاسد نصبته أمريكا في العراق معروف بعد احتلال العراق كيف نفهم هذه الخلطة يعني أولا يجب أن نعود إلى الوراء قليلا وتحديدا إلى مرحلة ما بعد زيارة الرئيس المصر الراحل محمد أنور السادات إلى الكيان الصهيوني وإلى فلسطين المحتلة وتوقيع اتفاقيات كام ديفيد كان هناك من يراهن على أنه سيكون إيران الثورة الإسلامية إيران الثورة هي البديل لمصر العروبة التي خرجت من معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني وهناك من كان يجد حظن دافئ في طهران ويراهن على أن حكام طهران من خلال الخطوات التي اتخذوها فيما يتعلق بعلاقاتهم مع المتحدة الأمريكية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية ثم من خلال إغلاق سفارة الكيان الصهيوني أنهم سوف يشكلوا البديل لمصر مصر الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه الذي رحل في العام 1970 وترك فراغا كبيرا وعميقا من ورائه هذا على الناحية الشعبية ولكن من الناحية الفعلية هؤلاء لم يجعوا اهتماما لمسألة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية هي أن إيران عندما أرادت أن تصدر ثورتها أول ما الصدمت الصدمت بالقطر العراقي الشقيق قطر العراقي كان يشكل الداعم والحاضن الرئيسية للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية بعد توقيع اتفاق الجزائر في العام 1875 وإنهاء التمرد الكردي المسلح في شمال القطر العراقي في العام 1875 أيضا العراق قدم الدعم للثورة الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني في مواجهة القوى اليمينية العزالية في لبنان في مواجهة التدخل العسكري السوري الأسدي في لبنان في 76 ثم في 78 في مواجهة الاشتياح لسائل الأول وقبلها المشاركة الكبيرة في حرب تشرين عام 73 بتأكيد وكان المطلوب من شاغلة العراق ومنعه من القيام بدوره للطلاع بدوره القومي لذلك يعني النظام الإيراني كشر عن عنيابه وكانت أول محاولة اغتيال لمسؤول في القيادة العراقية اللي جرت في الجامعة المستنصرية في نيسان أبرم العام 1880 مستهدفة الرفيق طالق عزيز واضح جدا أنه كانت هناك محاولة لتسليط الضوء لأنه البعث يجمع بين طياته جميع الطوائف وجميع المذاهب وجميع الأديان وكذا إلى آخره واختيار نقطة ضعف معينة وإثارة بلبلة في صفوف الجبهة الداخلية العراقية معذرة نسلم ونحن نكون بعد الفاصل إن شاء الله فاصل قصير فنعود فوقه معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والباحث العردني مهند أبو فلاح أعود لك ساد مهند كنا نتحدث عن الماركسيين وحضرتك تحدث أنه كان هناك بعض العربين يرون أنه إيران ممكن تكون البديل لكن إيران عندما جاءت في زمن الخمين أو سبعين يعني افتعلت المشاكل وشنت عدوان على العراق هذا يكشف حقيقة النظام الإيراني والأهداف التي من أجلها جلب هذا النظام إلى الحكم في طهران هو قادر على زعزعة الجبهة الداخلية العربية على تمزيق النسيج الاجتماعي العربي وتفتيته على أسس طائفية ومذهبية وهذا أخطر ما حمله نظام الخميني إلى وطننا العربي جرثومة الطائفية داء الطائفية وهؤلاء المثقفين للأسف الشديد حتى من أنصار الحركات ذات الخلفية الماركسية لم يلحظوا أو لم يأخذوا بعين الاعتبار أن النظام الإيراني قام بسحق الحزب الشيوع الإيراني تودة وزج كوادره في السجون والغياب المعتقلات وإعدامهم إلى آخره لم يلحظوا أيضا كذلك أن هذا النظام على قمعيته ووحشيته بدأ بسلسلة من محاولات الحلول محل العراق بدوره القومي في دعم الثورة الفلسطينية 78 كان هناك مشهد في حرب في أول اشتياح صهيوني لجنوب لبنان في اشتياح الأول لجنوب لبنان كان العراق يرسل المتطوعين والمقاتلين ويرفد بهم جبهة التحليل العربية وبقية فصائل الثورة الفلسطينية كنا نسميهم الفدائيين عن طريق الأراضي السلية وشيعنا كثير من الشباب العراقي عادوا شهداء من الجبهة اللبنانية في 78-79-80 تجاه فلسطينية هذه المرحلة كانت مرحلة جدا مؤثرة قامت عملية إحلال 82 من حدث الاشتياح الإسرائيلي الثاني لجنوب لبنان وحصار بيروت العراق عرض على إيران وقف إطلاق النار وإرسال قوات مشتركة للقتال ضد الكيان الصهيوني باعتبار أن عدونا المشترك هو الكيان الصهيوني ومحاولة لسحب البساط من تحت أقدام نظام إيراني الذي يحاول تصوير نفسه باعتباره الداعم والحاضن للمقاومة الفلسطينية وفعلا كمبادرة طيبة أن العراق سحب قطاعات التي كانت داخل الأراضي الإيرانية إلى الحدود العراقية لكن نظام الخمين رفض إيقاف الحرب بالتأكيد بالتأكيد وأرسل عناصر من الحرس الثوري عن طريق تركيا وعن طريق سوريا إلى البقاع وتحديدا إلى مدينة عالبك وكأنها عملية تغيير للمشهد الذي كان قائما قبل أربع سنوات في مواجهة الاشتياح الصهيوني الأول في أدار مارس 1978 لجنوب لبنان حينما كان العراق هو الداعم والحاضن للمقاومة الفلسطينية والفصيل الفلسطيني الموالي للعراق المتمثل في جبه التحلي العربية تعرض رفاقنا فيه إلى سلسنا من الاعتداءات الغادرة والغاشمة من قبل الإعصابات الطائفية سواء كان في جنوب لبنان على يد حركة أمل بزعامة نبيه بري ويدي كان ينتسب إليه حسن نصر الله في ذلك الوقت ثم أيضا في شمال لبنان على يد عصابات التوحيد عصابات ما يسمى بجماعة التوحيد بزعامة سعيد شعبان جراد فحقيقة حدثت اعتداءات منهجية منظمة تجاه رفاقنا في محاولة للقضاء على حركة عقائدية تستطيع أن توحد المجتمع اللبناني بخطابها غير الطائفي والمناهض الكيان الصهيوني طيب الآن هذا التاريخ من عام 79 إلى حد الآن إيران تقول أنه نحن ضد أمريكا أمريكا الشيطان الأكبر ونحن ضد الكيان الصهيوني ونخطط لتحرير فلسطين وتحرير القصة لكن حتى هذه اللحظة لم نشهد الصراع أو صدام مباشر بين قطعات رسمية قطعات إيرانية ضد الكيان الصهيوني وضد حتى أمريكا لكن نجد ميليشياتهم في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن تذبح أبناء هذه البلدان يعني أقف أمام حالة حقيقة يعني مؤلمة ونتحدثنا قبل قليل عن المثقفين كيف بعضهم لديه رؤية مشوشة أنه ويدافع وأحيانا يتهمنا بالطائفية يقول عندما أنا أدافع عن أهلي أصبح طائفيا ميليشيات قاسم سليماني كانت تقاتل على أسوار الفلوجة والطيانة الأمريكية يحميهم بغطاء جو أمريكي نعم صحيح بغطاء جو أمريكي وفي سوريا كانوا يتمع بتعون بغطاء جو روسي نعم نعم طيب يعني كيف أنت تقول أنا ضد أمريكا وأمريكا تحميك على الأرض والنتائج تصفي مصلحة الكيان الصهيوني عندما تدمر المقاومة العراقية المقاومة العراقية التي تحمل السلاح من اليوم الأول لإحتلال الأمريكي في ما تسمى طبعا المثلث السني أو المناطق التي فيها كثافة سكانية سنية كانت هناك المقاومة شديدة لاسيما معروفة في الفلوجة في سامراء في ديالة في حديثة في الموصل كل هذه المناطق حزان بغداد كانت المقاومة هنا في هذه المناطق يعني لا أعرف كيف ينظر المثقف كما قلت وهو صمام الأمان أنه يتناسى ويتغافل الدور الذي كان يقوم به المقاومة العراقي الحقيقي اتجاه الاحتلال الأمريكي وسائل إعلام للأسف والآن أريد أن أنتقل إلى جانب آخر هناك وسائل إعلام لم تكن تسمي المقاومة العراقية التي تحمل السلاح ضد ضد الاحتلال الأمريكي وهو بالنتيجة يصف في مصلحة الكيان الصهيوني كانت تسميهم فصال مسلحة الآن لأنه إذا نسمي هذه المواسات الأعلامية لكن الآن تطلق على هذه الميليشيات أبطال المجرمة تسميها المقاومة الإسلامية كيف تفهم هذا الخطأ؟ هناك مخطط منهجي منظم وعملية شيطانية خبيثة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في اتجاهات الرأي العام العربي تجاه إيران وأذرعها الميليشيوية العصابات المافيوية المنتشرة في بعض الأقطار العربية والتي تمارس القتل على الهوية الطائفية ومحاولة إصباغ صفة المقاومة وقدسيتها ووصفها بالإسلامية لتمرير مخطط شيطاني كما قلت لك مخطط خبيث لإحداث تغيير في عقول وفي اتجاهات الرأي العام العربي وللأسف الشديد يعني هذا المخطط أكبر بكثير مما نتصور والآن كل ما نراه من استهدافات أو تبادل للقصف أو ضربات نوعية أو استعراضية بالأحرى هي محاولة لسلخ المواطن العربي عن جذوره الحقيقية نعم عن جذوره الحقيقية وإخفاء وطمس معالم المقاومة الحقيقية كما حدث في جنوب لبنان بـ 78 كان هناك مقاومة باسلة في قلعة الشقيف وفي غيرها في صيدة وفي صورة وفي النبطية من أبناء الفصائل الوطنية والقومية واليسارية المدعومة من العراق عراق البحث الشرعي الأصيل في ذلك الوقت تمت محاولة تغيير المشهد خلال أربع سنوات واستبدالها بإصابات طائفية تجير بأنها مقاومة في لبنان تابعة لولاية الفقيه الخمينية نعم طيب هنا أنا أشكرك الآن ما يحدث هو عملي مماثرة أنا أشكرك على هذا الموضوع الآن الجنوب لبنان معروف أنه فقط ميليشيا حسن نصر الله تقاتل الميليشيا الشيعية ما أخذت هذا الوصف طيب اللبناني السني المسيحي الدرزي كل هذه التشكيلات هل يفتقرون للوطنية ولغيرة تجاه الوطن؟ بالتأكيد الكل هذه هي موطنية حتى في صفوف الطائف الشيعية طيب الآن إذا سمحت لي المثقف اللبناني لماذا يصمت على هذا التزوير يعني الآن تحاول بعض الجهات المؤسسات الإعلامية تظهر أنه فقط المقاومة الشيعية جنوب مقاومة الشيعية والقوة المعادية لها قوة انعزالية قوة انعزالية تريد تسوية مع الكيان الصهيوني ومدى نريد نحارب ومدى نريد نقاتل ومدى نريد كذا إلى آخره من تحالف 14 أذار سواء كان حزب القوات أو تيار المستقبل المكونات المجتمع اللبناني الأخرى لماذا تصمت هذه المكونات؟ الحقيقة المجتمع اللبناني بفعل زعامات الطائفية التي لعبت على تكريس وتيرة الانقسام في هذا القطر العربي وأنت تعرف أنه كان هناك مخطط من قبل كيسنجر لتفجير الخلافات في داخل لبنان وتحويله من ساحة العيش المشترك إلى ساحة النزاع والصراع الطائفي حتى يبقى الكيان الصهيوني نموذج الوحيدة واحدة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط كما يقال في هذه البقعة الملتهبة من العالم فلذلك هم يتحملون مسؤولية أيضا هم الآخرين بدورهم إذا كان حزب ما يسمى بحزب الله يطرح نفسه كمقاومة فيجب نحن لا نقوم بردة فعل عكسية ونقول لا إحنا مدى نريد مقاومة ومدى نقاتل الكيان الصهيوني نريد نعيش بسلام نريد نعيش ببدوء ما نريد شيء إحنا من الصهاينة هذا الكلام بحد ذاته يجعل هذا الحزب هو الواجهة المعبرة عن إرادة الصمود والتصدي لدى فئة من المثقفين العرب حقيقة أنا أعذرهم من هذه الناحية لكن بالمقابل يجب أن ننبه على هذه المسألة إذا أنت تعارض الحوثيين في اليمن فيجب أن تكون خطابك أن نحن نريد نقاوم إذا أنت تعارض مثلا حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة في الضفة الغربية فيجب أن يكون البديل هو مزيد من المقاومة وليس أنه أنا أروح أقول ما أريد مقاومة وما أريد كذا نختلف قد نختلف مع هذا الفصيل أو مع ذاك لكن ليس على مبدأ المقاومة لكن على ممدى جدية هذه المقاومة نحن نريد مقاومة حقيقية وفعلية وصادقة ونحن متأكدين أن هناك فصائل صادقة ومخلصة تريد أن تقاوم العدو الصهيوني ونعلم أن القاعدة الشعبية حتى الطائفة الشيعية في جنوب لبنان في جبل عامل أو في الضاحية الجنوبية من بيروت أو في البقاع في بعلبك وكذا إلى آخره ترغب في قتال الصهاينة فعلا لكن يتم الاتفاف على إرادتها من خلال حروب استعراضية دعائية بين الفينة والأخرى لإسكاة هذه الجماهير وترويض عقلي وأكد أن هناك شخصيات حقيقة تعرض للاغتيال مع أن هي معارضة الكيان الصهيوني من المجتمع الشيعي في لبنان ومنهم الشاعر موسى شعيب موسى شعيب صحيح صحيح وكان من رفاقنا في حزبات العربي اشترا فتعرض للاغتيال من قبل أصابات نبيه بري وهم الآن التي أنتجت ما يسمى بحزب الله ما يسمى حزب الله نعم المقال آخر حمل عنوان مفارقات حزيرانية مررت فيه على كتاب يقضت الأمة العربية الصادر عام 1905 لمؤلفه الكاثوليكي نجيب عزوري الذي شغل منصب مساعد حاكم القدس بين عامي 1898 و 1904 قال في مقدمة كتابه إن قدر الحركتين العربية والصهيونية أن تقاتل أحدهما الأخرى حتى تتغلب أحدهما كيف تنبأ عزوري بذلك ولم تكن الحركة الصهيونية في تلك الفترة أنه تمتلك قدرة المواجهة الحركة الصهيونية بدأت عمليتها الاستيطانية في فلسطين في العام بشكل منظم العام 1876 مع بدايات أهد السلطان عبد الحميد الثاني بدأت الاستيطان بشكل يعني قد يكون نواة صغيرة بؤر صغيرة هنا وهناك لا تكاد تذكر لكن أخذ يتسع بشكل تدريجي بشكل تدريجي بدأ يتسع وهناك صار أصبح لدينا عملية شراء الأراضي وتسرب الأراضي لليهود ونجيب عزوري إنسان متعلم يرجع أصله إلى قرية عزور في جنوب جزين في جنوب لبنان وهو من طائفة الرومي الكاثوليك ما يعنينا في هذا الإطار أنه كان جزء من الإدارة العثمانية وجزء من الإدارة التي تحكم فلسطين في ذلك الوقت ومطلع على حجم التخطيط الصهيوني في هذا المجال وقارئ نهم أيضا كذلك ويعلم أن الوكالة اليهودية تم تأسيسها وأن المؤتمر اليهودي عقد في بال في سويسرا في ذاك الوقت وأن هناك محاولات لشراء ذمم وضمائر كثير من مسؤولين في الدولة العثمانية في ذاك الوقت نعم للاستيلاء على الأرض في فلسطين إذن هو بنى تنبؤاته على مطيات وقعية على مطيات هذا الوقت مقال وقعية مقال آخر من مقالات هذا الكتاب الذي أصدرته وحضرتك أخذ عنوان أو حمل عنوان هجوم صهيوني على هدف أمريكي طرحت في المقال حادثت سفينة التجسس الأمريكي التي تعرضت لهجوم طائرة صهيونية في الثامن حزيران عام 67 بعد اندلاء حرب حزيران عام 67 نعم خمسة حزيران وتسميت النكسة نعم فالخامسة حزيران طلقت المعركة في الثمانية حزيران تعرضت سفينة تجسس أمريكية لبيرتي مقابل سواحي العريش في جزيرة سيناء مقابل سورة سيناء إلى هجوم من طائرة صهيونية أدى لقتل 34 شخصا من طاقم السفينة وجرح العشرات أثناء الأيام الستة الحرب حرب الكيان الصهيوني ضد العرب أو حيث القارب أنك تمتلك سر الهجوم من خلال تصريحات العضو السابق في الكونغرس الأمريكي بول فندلي في كتابه نعم من يجرؤ على الكلام لكنك في الختام يعني في ختام المقال أبقيت القارئ غارقا في فضوله لم نعرف السر حتى هذه اللحلة فندلي لم يذكر السر في الكتاب فندلي ذكر أن الهجوم كان متعمد نعم ولم يكن عرضي أو ناتج عن خطأ نعم بالعكس هو كان هجوم مندبر ومنظم واستغرق لمدة أكثر من ساعتين والقصف والرمايات كانت على ارتفاع كانت تقضي الطائرات على ارتفاع منخفض من على علوم منخفض تقوم بقصف على هذه السفينة أو القطع الحربية البحرية الأمريكية نعم وهي ترى على منويات المتحدة الأمريكية وإشارات النداءات الاستغاثة كانت تصدر من طاقم هذه السفينة وبالتحقيقات التي أجريت مع ضباط الذين كانوا علامة من هذه السفينة ورابابنت هذه السفينة كان هناك يعني اعتقاد سائد لديهم بأن الصهاينة إن الإسرائيليين قد تعمدوا شن هجوم على سفينة لبرتي نعم الهدف يعني يبدو بالنسبة لي أنا واضح جدا أن هناك محاولة لإظهار أنه لا يوجد هناك تعاون أو تنسيق أمريكي صهيوني فيما يتعلق بالعدوان على الأمة العربية في الخامس من حزيران من عام 1967 كان هناك مكالمة هاتفية بين الرئيس الراحل يعني هذا الأمر معروف ما يحتاج إلى تفنيد يعني ما يحتاج إلى هذه المسرحية إذا كان فعلا هذا هو نعم وقيل بعض المصادر قالت أنه رصدت السفينة لبرتي أن هناك استعدادات وتحضيرات إسرائيلية لشن هجوم على الجبهة السورية التي لم تكن قد تحركت فعليا في مواجهة الكيان السويوني إلا بشكل رمزي محدود في ذاك الوقت رغم أنه كانت سبب المباشر لقيام مصر الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله تعالى في سحب قوات الطوارئ الدولية البوليس الدولي من سيناء ومن قطاع حدود قطاع غزة هو ما قيل عن حشود عسكرية إسرائيلية على الجبهة السورية لا فعلا هي احتلت الجولان في تلك الفترة نعم بعد أن فرغت من احتلال كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء احتلت كامل تراب فلسين واحتلت الجولان احتلت جنوب لبنان احتلت أيضا سيناء الأرض المصرية مقال آخر حمل عنوان اغتيال الرومانسية الثورية عنوان جميل لكن يلفت الانتباه تناولت في هذا المقال معلومات مهمة عن غسان كنفاني الأديب الفلسطيني الثائر يكاد يجهلها الكثير من العرب وهو موقفه المؤيد لقرار اعدام عناصر شبكة التجسس اليهودية في العراق في بغداد وفي البصرة عام تسعة سنوة نعم هذا الموقف لا شك هو ما مستغرب من مناضل وثائر مثل غسان كنفان لكن كثير من العرب ربما يجهلون هذه المعلومة أنت كباحث قدمت هذا الأمر طبعا هذه الشبكة معروفة كان من زعاماتها القيادية في تلك الفترة عزرى ناجي زلخة من يهود البصرة والعراق اتخذ قرار بأدام هذه الشبكة ووجه ضربة موجعة إلى الكيان الصهيوني وحضرت طبعا العدام صار بحضور جماهير حاشية كشفت غاد السمان الكاتبة والأديبة والباحثة والشاعر العربية السورية كشفت النقاب عن الرسائل التي كان يرسلها غسان كنفاني رحمه الله تعالى إليها قبل استشهاده وهي رسائل مليئة ومفعمة بالروح الرومانسية لذلك اعتبرته مثال للشخصية الرومانسية الثورية البعض اعتبر نشر الرسائل كذا إساء إلى شخصية غسان وكذا إلى آخره وتجاهلوا أن هذا الإنسان الثير في نهاية المطاف هو إنسان وإنسان عنده مشاعر عنده أسيس عنده عواطف عندما ذكرت موقفه فيما يتعلق بإعدام الجواسيس اليهود عملاء الموساد الذين كانوا في العراق في ذلك الوقت أكد على مسألة أنه رغم أنه كان ينتمي إلى حركة القومي العرب والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التحليف للصين ومكتب السياسي لهذه الجبهة وبالرغم من التنافس التاريخي بين حركة القومي العرب وحزب البعث العرب الاشتراكي إلا أن هذا لم يمنحه من تأييد قرار العراق والوقوف معه موقفا حازما وصارما في مواجهة حملات الشيطنة التي كان يتعرض لها النظام العراقي في ذلك الوقت كانوا يقولون العراق يعدم اليهود لديه حتى يظهر أنه نظام ثوري وأنه نظام تقدمي وأنه نظام وطني ويقدم ابناء الطائفة اليهودية قرابين على مذبح تثبيت تعائم الحكم والسلطة الحديثة العهد والنشأة في العراق بعد ثورة 17-30 تموز المجيدة فالحقيقة أن موقفه هو موقف مشرف والحقيقة التي يجب أن تذكر كذلك أيضا كذلك ومن خلال النقاش مع حضرتكم دكتورنا الفاضل هي أن اغتيال غسان كنفاني تم قبل عملية ميونخ في تموز يوليو 1972 وهو يأكد أن الكيان الصهيوني كان لديه مخطط متكامل الأضلاع من أجل التخلص من المثقفين الفلسطينيين القادرين على مخاطبة الرأي العام الغربي هذا هو انتقام من كنفاني لهذا الموقف الموقف الأخرى لأسباب كثيرة لأسباب كثيرة وغسان كنفاني فعلا هو رجل وطني ومناضل وهو ليس بحاجة إلى شهادة مني أو من أحد آخر ولكنه حقيقة مهما قيل في هذا الرجل فنحن لا نستطيع أن نوفيه حقه من النضال شكرا لك الكاتب والبرحث الأردني مهند أبو فلاح شكرا لك على هذه الحديث والحوار شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستوديعكم الله والسلام عليكم